زمان اول ما ابتدت الصفحة بتاعته على اليوتيوب كان فيه واحد بيخش على كل الفيديوهات ويطلب مني ان انا اجرب ده سوء انصو ده فكررت ان انا الاب بالطلب ده بعد سنتين ونص انا استنيت ما صورتش اي حاجة لغاية ما الاكل نزل هو تقريبا اتحضر في تلتة او نص ساعة كنا طلبين من هناك تلات حاجات اول حاجة منهم هي طاصة ستريبس بالجبنة سعر الطاصة دي 140 جنيه هو الوش بتاع الجبنة اللي فوق ده صراحة كان شكله لذيذ وبعد كه اخدت واحدة كده بقى من جوه بس المنظر الصراحة ما كانش اكتر حاجة عاطفية ولما دقت بان ليه بقى هو ما كانش عاطفية عشان كنت حيس انها بشامل قوي من جوه هما زمان الصراحة صاعت لما جربتها زمان خلص تأيوم الخمس او ست سنين اول مفتح اللي كان محطوط في الطاصة من جوه كان طعم جبنة اكتر كده فأتمنى ان هما يرجعوا تاني زي زمان هتبقى احسن بكتير قوي من دلوقتي بس الامانة العيش برضو لهم كانوا جايبينه كان طوزة والصراحة كان طعمه حلو المهم دخلت في تانية حاجة بقى وهي فطيرة سجوء كيري لمون معصفر انا اصلا في العادي ما بحبش الفطيرة سجوء الكيري بس انا شديني التويست بتاع اللمون المعصفر عمتا سعرها 148 جنيه الفطيرة الصراحة كان شكلها حلوة قوي بيان عليها انها مورقة كده وبعد كده لطبقة الكراست والفطيرة واخده وش كده حلوة من فوق فتحت قطعة كده برضو كان بيان الصراحة ان الفطيرة مخدومة كويس فالمهم خدت القطعة دي بقى وعايز اقولك لو انت واحد زي بتحب اللمون المعصفر فالفطيرة دي هتكيفك قوي هي اه غالية شوية بس صراحة كانت عمه حلوة بعدين ما اعرفش الصراحة اذا كان حد تاني عامل تاتش الكيري مع اللمون المعصفر والسجوء ده ولا لا بس هم صراحة عاملينها حلو جربت برضو من هناك طبق شعرية باللحمة برضو سعره 148 جنيه وعمتها الاسعار دي بعد اضافت الضريبة الشعرية كان باين كده انها واخد تحميصة خفيفة بعد كده تسوت صراحة كان طعمها حلو زيت كمان ان اللحمة كانت دايب قوي ولما دقتهم اللي اتنين مع بعض طعمهم كان حلو قوي بس الفكرة كلها كانت في المشلوم هم كانوا مستخدمين مشلوم معلب وبالنسبة لي صراحة دي مش افضل حاجة هم كانوا يعملوها مشهورين قوي من زمان بحاجة كده اسمها بوتر ويتش بتبقى حاجة كده ما بين التشيز كيك والمادنس المادنس دي اللي منكم يعرفش يا بتبقى عبارة عن ايس كريم كده من تحت في باسكوت وبتاع يعني هي قريبة قوي منها طبقة الباسكوت اللي تحت هي كانت سميكة بس ما بتقتهمش كده معاك انت حاس فيها بتعم الزبدة طرية كده خالص بعدين تعمها مع الايس كريم اللي في النص ده كان حلوة قوي 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 محطوطة عليها برضو من فوق كده سوس بلو بيري كان كسر الموضوع فعمتا دي كانت عجباني قوي بس الفكرة بقى في السعر انا لقيت الويتر وهو بينزلها لي بيقول لي هيديكم بليمون المحل قلت له انا اصلا كايا كايا طالبها فوانا بحاسب بقى في الاخر ما لقتهاش محطوطة في الرسيد فما بين شد وجاذب كده بيني وما بين مدير المكان قلت له هيدي بتنزل لأي حد ولا لا قال لي ده عشان حضرائك اول مرة تشرفنا ولازم نكرمك ازا كان اخد البتر ويتش دي هدية فعلا اول مراح ولا لا وملخصا بقى للتجربة دي انا بالنسبالي صراحة الفطير بتاعت سوين سودا حلو قوي يمكن غالي شوية بس او برضو بيعجبني والحلو بتاوي صراحة ايا كان حسبت عليه او ما حسبتش عليه وما صراحة بيعملون زمان حلو والشعرية باللحمة دي لو زبطوا بس الحتة بتاعت الماشروم دي هتبقى حلو قوي شكرا جدا ليكم لو انت لسا بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابازة من قناة لايف زبط سلام